حالة من الصدمة والذهول خيمت على عائلة الشاب المرحوم مسعود الذي توفي مرتين الأولى عندما أعلن الأطباء وفاته عاقب دخوله إلى أحد مستشفيات إربد وهو يعاني من آلام في المعدة وضيق في التنفس والثانية عندما جاء الشيخ لتغسيله وتكفينه ليفاجأ بالدماء تغطيه بعد أن تبين أنه قام بفك يديه وحرك قدميه فاتفاجأت لما سحبت الثلاجة فاجأت برجلين ووقفات هيك طيب الميت حطنا هيك صار برجلين ووقفات باقي زي اللي باقي خابط وكذا يعني والعلم عند رب العالمي أنه الزلم باقي طيب لأنه هذا الانتفاق اللي ساير بوجهه بعينه بسيل دم معينه الثم ومناخيره وليس وضع واحد مات مبارح وحطنا والحمد لله يعني نحط الميت نرجع ثانية ونلقى زي ما هو مسعود كان من المفترض أن يتوجه إلى عمله كمدرس في أول أيام العام الدراسي الجديد لكن القدر عاجله فغاب عن مدرسته إلى الأبد بلغت يوم أمس قبل العصر بوفاته فوراً اتحركت للمستشفى ووجدته فعلاً مسجع على السرير ووضع أطرافه مربطة مثل ما بثبته الجثة أي جثة كانت اتفاجأت اليوم الصبح برنه علي تليفون بقول مسعود معالمه اتغيرت فوراً اتحركت وجيت على المشرحة على الثلاجة طلعنا وشفناه مش مسعود معالمه كلها متغيرة أطرافهم متحركة يعني مستحيل واحد ميت يتحرك بالطريقة هاي مستحيل العائلة المصدومة طلبت توضيحاً طبياً بعد أن رفضت تسلم الجثمان كانوا ربطين إيدي بحاب الخفيف والجري كانوا مستقيم لما رحنا شفناه كنا القناة مفكوكات إيدي وهيك شاد على إيدي وكانوا الجري مرفوعات لورا يعني من بين إنه كاين عايش وزارة الصحة نفت من جانبها هذه الرواية وأكدت سلامة الإجراءات التي اتبعتها لإعلان وفاة مسعود المريض معروف عنه سيرة المرضي بأنه مريض سكري وأدخل إلى الإسعاف والطوارئ قون ووضعه حر جداً تم نقله مباشرة إلى العناية الحتيثة وهناك تم الإشراف عليه من قبل الأطباء وقد كان الأطباء الأخصائيين متواجدين وأثناء عمل الفحوصات اللازمة وإجراء الفحوصات اللازمة حصل توقف للقلب حاول الأطباء جهدهم لإنعاش القلب وعيادته للحياة لكن إشاء هذه إرادة ربنا أنه انتهى عمره فلم يستطيع انقاذه قد أدخل المريض وهو في حالة وفاء إلى ثلاجة الموتى وإلى أن قدم أهله في اليوم التالي ولم يكن هذا المتوفى حياً على الإطلاق الواقع الوزارة تتعامل بمنتج شفافية مع هذه المسألة وقد أوعز معالي الوزير إلى مدير المستشفى أن يتحدث للجميع ولوسائل الإعلام بمنتج شفافية عن هذه الواقعة وملابسات وتبقى قصة مسعود لغزاً يحتاج إلى توضيح ويحتاج قبل ذلك إلى جرأة بالاعتراف بخطأ إن كان قد وقع